أهلا بكم في فيديو جديد من موسوع العربية الشاملة اليوم رح نتعرف على علامات الحسد في الزواج قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد ومن هنا نجد أن المولى سبحانه يرشدنا في كتابه إلى ضرورة الاستعاذ بالله من شر الحاسدين الحسد في الزواج والحسد غالبا ما يخالطه الشعور بالكره والأنانية فيتمنى الحاسد انتزاع النعم من الشخص لتقول إليه ويحل محلها الضرر والأذى علامات الحسد في الزواج رغبتك أنت وزوجتك في النوم بشكل دائم كثرة التعرق وخاصة في منطقة الظهر اضطراب شديد في ضربات القلب عدم القدرة على الحديث كثرة التثاؤب اجتداد الخلافات بين المرأة وزوجها على أقل الأمور العزوف عن تناول الطعام زيادة الرغبة في البكاء على أقل الأسباب فقدان الرغبة في الكلام والشعور بإحباط شديد الحسد والجماع من أبرز العلامات التي يمكنك من خلالها أن تعرف إن كنت مصاب بالحسد أم لا إن كنت أنت وزوجتك تستمتعان بعلاقتكم الحميمية كثيراً وتصلان إلى درجة عالية من النشوة واللذة إلا أنه سرعان ما أصابكم الملل والفتور وفقدان الرغبة بها فتلك واحدة من أهم الأعراض التي من شأنها أن تخبرك بأنك محسود ومن أكثر الأمور الدالة على وجود حسد شديد في المنزل هي رؤية الزوجة أو الزوج بمظهر قبيح دمتم بعافية وخير انتظروا منا المزيد على موسوعة ديسكوم وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير الفيديو وأيضاً تقدرون تتابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر اشتركوا في القناة